كيفية تصنيع عطور الأطفال مرحبا فيكم يسعد أوقاتكم كثير منسأل عن كيفية تصنيع عطور الأطفال وهي بسيطة جداً وسهلة جداً وممكن تكون بمتناول الجميع وبكل بيت تكون مأمنة المستلزمات هي زيت جوز الهند أو زيت جوز الهند المكرر أو المقطر لعدة مرات كمان في عنا ممكن نستعمل مثلاً الكاستور أويل ممكن نستعمل زيت اللوز ممكن نستعمل جوجوبا أويل هول كلهم ممكن نستعملهم كزيت حامل كاريور أويل لهذا العطر فيكن تستعملوا أي واحد منهم حسب توفره أو وجوده بالبيت ممكن تستعملوا سبع أطرات دانيليا مع ثلاث أطرات جوز الهند كأستنشل أويل كمان بلزمكم حسب ما أنتوا بتحبوا ممكن تستعملوا مثلاً نقطة من الجارديريا وثلاث أو أربع نقاط من السيتروس اللي هو رائحة الليمون أو النيرولي حسب ما أنتوا بتحبوا يعني بتحطوهم كلهم مع بعض وبتخلطوهم وبفضل أنه يعني بعد الخلط بنخليهم بمكان ممكن يكون أنا ما بفضل تسخنوا أهلا أنا بسخن أو الأخوة اللي بيصمموا بيعرفوا أنه فيه تسخين للخليط لحتى يتقالف أو يتوامم مع بعضه يلي ما بيلاقي الفنيليا ممكن يستعمل الفنيلين اللي بيجي بشكل باودر اللي بستعملوه مع البوزة ومتل ما قلتوا لكم ما بفضل تسخنوا ولكن لسرعة يعني تحضيره ممكن تعملو له حمام مي سخنة تحطوه بقالب زجاجي يعني أي دورق زجاجي عنكن والله ما في حواليها لا أي دورق زجاجي فيكن تحطوه وبتسخنوا مي مع درجة حرارة ستين وبتحطوا فيها هذا الدورق الزجاجي اللي فيها المكونات وبتخلو كل ما بتحسوا أن المي فترة بترجعوا بتعملوا يعني أو بتسخنوا المي لحد ما يتوام ويتقالف الخليط وبتحركوا أو بتلفوا الدورق بطريقة بتدوروا بحيث أنه تتواقم كل هالمكونات مع بعض ممكن هنسوه هاي كل ثلاثة أو أربعة أيام وبتركوا الخليط أنا بفضل كمان يعني يبقى أسبوعين أو شهر يعني 28 يوم ما في مشكلة حسب حاجتكم للمونتج هيك بيكون هو جاهز بكل حالاته ولكن هذا ما بينخلط مع كحول يعني أنا بفضل دائماً عطور الأطفال ما تنخلط مع كحول ولا نستعمل مع ألكول يعني أبداً لحتى ما تنشف جلدهم أو هيك فنحن استعادنا عنا بحول زيت اللوز أو زيت جوز الهند أو الجوجوبا أو زيت جوز الهند المقرر عدة مرات المقطر هذا بس الوحيد اللي ممكن بعد هالتركيبة يصير إذا بتحبوو تضيف له إيتانول ولكن الباقي كله ما ظنضف له إتنوره بعد هيك مثلا لو حبيته تكون يكون العطر يعني هو طبعا هيكون قوامه زيتي ممكن نحطك شوي على إيدنا ونمسح على جسم الطفل ولكن إذا حبيته يكون يعني بخاخ وآمن أكتر ممكن تستعمله مي مقطر على هذا الخليط ممكن تاخده منه من عشرة ميلي من هذا الخليط اللي طبع تحطوا معه مي مقطر وبعد ما تخلطوهن مع بعض كمان ممكن يعني تحطوهن بمي أو حمام مي سخنة أو ممكن يكون يعني أسخم من 60 درجة وقت تشموا أنه الريحة بلشت يعني أنه تتواقم مع بعضها أو تشموا هاي الريحة ممكن بعدين تحطوها بمكان بارد نوعا ما وبعدين تستعملوها وإن شاء الله بتحطوا وتستعملوا عطور أطفالكم بالهنى واللي عنده كمان خبرة بهذا الموضوع بتمنى كمان بالتعليقات يعني ما يبخر علينا بإضافة شيء جديد أو تعليق على الموضوع لأنه بالنهاية يعني السؤال عن عطور الأطفال كتير درج وشائع بحطي لقلكم كنوا في خير بأمان الله